بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر سيبن بارت تو ديتيلز اوف رينفورسمنت فور كولامز بنتكلم في جزئية ديات على تسليح الاعمدة واذا ما احنا عارفين ان العمود هو كومبريشن ميمبر الكمبريشن ميمبر دوت بيتعرض الى فورس وبالتالي محتاج له تسليح التسليح دوت بيبقى نوعين في تسليح طولي لهو الاسياخ الطولية وفي تسليح عرضي اللي هي بنسميها الطايز يبقى الطايز ده التسليح العرضي والتسليح الطولي الموجود عندي طبعا التسليح الطولي الهدف منه لهو مقاومة الاحمال طب التسليح العرضي لهو الطايز لها فوايد كتيرة اهم حاجة تثبيت الاسياخ في المكان المحدد لها الحاجة التانية بنزود الدكتلتي بتاعة العمود الحاجة التالتة بتقاوم الاحمال اللي هي اللطرة على سبيل المثال اللي هي الدابليو او الويند ده مثال على الكروس سيكشن بتاع العمود لما بنيجي نرسم الكروس سيكشن بتبقى ده ابعاد العمود ده الكفر اللي موجود في الجهتين ده الكنات اللي هي الطايز ده الحديد الطولي انا ممكن استخدم كنات اضافية ولها سبب معين حنتكلم عليه بعد كده ان شاء الله طيب ده العمود ده الحديد بتاعه في منظورة اوت برضو ده التسليح الطولي ده الكنات اللي موجودة عندي بنربط الحديد بتاع العمود مع القاعدة الخرصانية باستخدام ما يسمى بالديولز او الاشاير بتاعة الحديد يبقى انت عشان تربط الحديد بتاع العمود مع القاعدة اللي عندك لازم تستخدم مجموعة من الاشاير ودي ليها طول معين وقطر معين هنتكلم عليه في الجزء المقصص للموضوع بتاع الاشاير طيب لما نشوف العمود ده دايما هنلاحظ فيه حاجة في التسليح ايه هي اننا توزيع المومنت اللي عندي بيبقى دي لو هنج بيبقى المومنت زيره زا ما احنا عارفين المومنت بيفدار يزير ده غاية لما بتوصل لنهاية العمود طيب انا عندي سيكشن اهوت السيكشن ده انا صممته طلع مثلا ستة فاي اتنين وعشري هل انا هاخد الحديد ده اللي هم الستة اسياخ من بداية العمود لنهاية العمود في الحلقة دي لو احنا عملنا الحل ده يبقى انت زودت الكوست بتاعة المنشأ اللي عندك لانك حطيت حديد تحت اكتر من الحديد المطوب فاللاحظ دايما في الاعمدة زا ما احنا شايفين هنا نص الحديد بناخده مستمر والنص التاني بنعمله كات اوف ليه؟ عشان الجزء اللي تحت دوت انا مش محتاج حديد كتير لان المومنت بيساوي زيو يبقى دايما في الكولمز بنعمل كات اوف للاسياخ فيه جزء اللي هو نص الحديد مستمر والنص التاني زا ما احنا شايفين بنعمله كات اوف طب انا لو عندي لينك ميمبر اللينك ميمبر دوت المومنت تحت زيرو فوق زيرو يعني هو معرض الى نورمال فورس بيبقى عليه نورمال فورس فالحديد ما بنغيرش فيه يعني الحديد بيبقى نفس العدد الاسياخ اللي موجود بيبقى تحت زي ما هو فوق ادي الحديد اهوت زا ما احنا شايفين الحديد مستمر من تحت اللي هو من منسوب سطح الارض لغاية لما بتوصل البيم اللي عندك في الحالة ديت بنقول خلي بالك ان المنطقة اللي تحت ديت بيبقى فيه عندي ما يسمى بالسبلايس ان الحديد بيركب على بعضه ادي السيخ اللي تحت وادي السيخ اللي فوق المسافة ديت بتبقى كام اربعين فاي او واحد متر القيمة اللي هي الاكبر طيب في حالة لما الحديد عندي انا عايز اتنيه ليه؟ لان الكروس سيكشن بتاع العمود فوق اتغير عن الكروس سيكشن اللي تحت لو عملت الحديد بالطريقة ديت الكلام ده غلط بيبقى فاتل مستيك طب الحال اللي بيتعمل ازاي ان السيخ اللي جاي من تحت بين اتنيه بحيث يبقى فيه سلوب اللي هو من واحد لستة وفي الحالة ديت بتبقى الطايز اللي عندك او الكنات في المنطقة ديت بنعمل لها عملية تكسيف يعني لو هو في الظروف الطبيعية بعيد عن الميل دوت المسافة دي اس بتبقى المسافة في الحالة ديت هي عبارة عن اس على اتنيه طيب احنا عندنا في العمود في حاجة اسمها الاند ريجون سواء من تحت او فوق ايه هي الاند ريجون اولا بتسوي اتش على ستة اتش هو ارتفاع العمود او الديامتر بتاع العمود او ربعمية وخمسين مليميتر القيمة الاكبر في الثلاث قيم ديت بنعتبرها هي الاند ريجون ايه الهدف من الاند ريجون ان احنا بنعمل فيها تكسيف للكنات لان الشير بيبقى عالي سواء فوق او تحت يبقى احنا بنعمل في الحالة ديت تكسيف للكنات ليه عشان نقاوم الشيء نقاوم الشيء اشتركوا في القناة